سأقدم لكم في هذا الفيديو كريم الأرز بالفيتامين سي الرائع من أجل العناية بالبشرة وترميم خلايا للجلد جدد خلايا بشرتك وشديها وفتحيها بهذا الكريم المعجي سيجعل وجهك مشدود وهي المع وبشرتك شابة في آن واحد وصافية في نفس الوقت شوفي المقطع معي إلى الأخير نحتاج إلى ثلاث ملاحق كبيرة من الأرز أي نوع من الأرز متوفر في بيتك الرز الأبيض أو الرز المصري لا تطحنه أغسله وجففه واستعمله ثاني مكون نحتاج إلى قشور البرتقال إما تكون طازجة قشور جديدة أو جففها واستعملها هكذا أو أبشورها وجففها أو جففها وإطحانها يمكن أن تجفف قشور البرتقال وتطحانها وتضعها في برطمان سوف تستعملينها على مدار السنة هي مثل التنزل البشرة الفيتامين سي غني بالمكونات التي تغذي خلايا الجيد الميتة وتفتح لون البشرة وتستعيد البشرة شبابها نحتاج أيضا إلى ملعقة كبيرة من الحليب المجفف بودرة الحليب بودرة الحليب لا تتقيدي بالمركة الموجودة عند استعمل أي بودرة حليب متوفرة عندك غني باللاكتيك أسيد والفيتامينات التي تحتاجها البشرة في التفتيح والشد نحتاج إلى ملعقة كبيرة من دقيق النشا نشاء الذرة الميزينة الكورونفلاور نضع أولا الأرز في إيناء نضيف له مقدار ملعقة من الحليب المجفف نضيف له مقدار ملعقة كبيرة من نشاء الذرة الميزينة كورونفلاور نضيف له إما قشور البرتقال التازجة أو قشور البرتقال المجففة المبشورة أو مطحون قشور البرتقال المجففة لك الاختيار في ذلك أو عصير البرتقال أو عصير ليمو الحامض إذا لم نكن في موسم البرتقال يمكنك استعمال عصير ليمو الحامض أو قشور ليمو الحامض وإذا كان يناسب نوع بشرتك طبعا ضيف الماء المغلس ساخن على الكمية هذه مثلا كوبين كبيرين وتركه ينقع لمدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو ليلة كاملة أنا قمت بتحضير الخلطة مسبقا لأصور لكم الفيديو هي أصبحت هكذا بعد نقعها لمدة أربع ساعات نهرس الكل في الخلاط الكهربائي ونقوم بتصفيته نصفيه سننتقل الآن إلى كيفية صنع الكريم المفتح والذي يشد البشرة ويجدد خلاياها ويناعمها يجعلها شابة تلمع مثل بشارات البيبي القليل من المصفة مقدار صنع الكريم ضيفي له إما زيت جونسو للأطفال إذا كانت تناسب نوع بشرتك هي رائعة للبشرة أو زيت الزيتون أيضا هي رائعة للبشرة أو زيت جوز الهند هي أيضا رائعة للبشرة أو زيت الرز الحلو أيضا ممتازة للبشرة أو زيت الفيطامين إي الفيتامين إي الفيتامين ها هي مادة حافظة وغانية بالفيتامين إي ممتازة للبشرة أو الجليسيرين كل هذه العناصر المضافة اختاري واحدة منها أنا بشتي جافة سوف أضيف زيت الزيتون ملعقتين وأضيف زيت الفيتامين إي الفيتامين او الفيتامين ها لانها تعتبر مادة حافظة وفي نفس الوقت غانية بعناصر الفيتامين اي الموجودة في زيت اللزل حلو اذا كانت كبسولات اضيفي كبسولتين اذا كانت الزيت اضيفي ربع ملاقة يفرغ في برطمان يخبأ في الثلاجة يقفل جيدا لكي لا يتسرب الهواء اليه صالح الاستعمال هذا الكريم لأسبوع بعد ذلك اصنع كمية جديدة طبقي هذا الكريم على البشرة يدهن بمصاج دائري من الاسفل الى الاحلاء يكون ناعم ولطيف حتى يتشرب الجيل تماما او اتركي طبقة عادي يترك لمدة ساعة كاملة يغسل بعد ذلك الوجه بالماء الفاتر او يغسل بعد ذلك بالماء البارد من اجل قفل المسام رشي تونر المتوفر عندك او احد انواع تونر اللي عملناها في القناة ورطبي البشرة بالكريم المرطب الموجود عندك او احد الكريمات اللي عملناها في القناة الكريم هذا يوميا استعمليه صالح الاستعمال لأسبوع كما ذكرت لكم يفتح اللون ويشد البشرة يعالج كل مشاكل البشرة التي تعانينا منها داوي معالي هو احسن استعماله وطبيعي ومفيد جدا اذا اعجبكم الفيديو وعجبتكم قناتي نتمنى انكم تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي وفيديوهاتي فور نزوله نتمنى انكم تعملوا لي لايك للفيديو لينتشر اكثر واكثر لتستفيد منه الكثير من الاخوات واتبعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وموقع الالكتروني عالمهيبابونكوم للوصفات الطبيعية المكتوبة في مقالات نترك لكم الروابط في صندوق الوصف اهلا وسهلا شكرا بزاف وسلام